اعزائي الطلاب اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الفيزياء متعة للصف الثاني الثانوي مع انطلاق جديد النكاس بقى كل الداخلي الحصة اللي فاتت انت خدت النكاس الكل الداخلي بيحصل امتى اولا لما يسقط الشعاع بزاوية اكبر من الزاوية الحالية واجبار يكون منتقل من وسط اكبر كثافة الى وسط اقل كثافة تمام نزل بزاوية اجر من الزاوية الحارجة يحصل له حاجة اسمع انعكاس كل ايه داخلي تطبيقات منعكاس الكل الداخلي هم ثلاث تطبيقات اللفة ضوئية منشور عاكس السراب تعال اخو كده بسرعة واحدة واحدة اللفة الضوئية ديت لك يا سطوانة مصمطة مفاش هوا من مادة مارنة شفافة ممكن تكون بلاستيك او زجاج معامل انكسارها ايه كبير نسبيا فكرة عملها انعكاس كل داخلي تبت تشتغل ازاي تبت شايف كده دلوقتي بنزل الشعاع الضوء اهو مثلا كده شعاع الضوء ده بينزل بزاوية اكبر من الزاوية الحرجة تمام اهو لما ينزل هنا كده شعاع الضوء هينزل لك هنا بزاوية اكبر من الزاوية الحرجة فيحصل له ايه انعكاس كل داخلي يغش جوه يحصل له انعكاس ينطبق عليه قوانين لانعكاس زاوية السقوط قد زاوية لانعكاس يقعد ينعكس 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 لغاية ما يطلع من ناحية التانية او يرتد خاطص صح ولا بقى وبتالي كده ممكن يحصل ايه تمام ممكن كده ادخل شعاع الضوء جوا مريض فيوصل الضوء الى اماكن كان من الصعب وصول اليها تمام يبقى انت الابد روح عن الدكتور روح منزل شعاع الضوء على اللفة الضوءية بايه بزاوية اكبر من الزاوية الحرجة فشعاع روح داخل خلاص يحصل لانعكاس كل داخلي يضي بقى يحصل لجوه مين انعكاسات متتالية ممكن يخرج من الناحية التانية او يرتد تاني تمام اه دي فكرة عمله طبعا ميزة طبعا اللفة الضوءية جاية كمان شوية انه ما بيفقد شقة شدة الضوءية يعني الضوء بحطت ايدك نازل بشدة يحصل لانعكاسات كل داخلية يعد من الناحية التانية بنفس الشدة بالزلط الوقت هناخد ليه بس لا تم يليف الضوء ايه دي في ايه قالك اولا نقل الضوء لاماكن كان من الصعب الوصول اليه هو انا كان من السهل انه وصل شعاع ضوء لبطن مريض لا طبعا تمام ايه تاني ممكن نستقل في بناظرة الطبية فين فحش والتشخيص او اجراء عمليات جراحية باستخدام الليزر اه طبعا احدد المكان اللي فيه ورم ايه المكان اللي فيه العملية وده تروح موجه الشعاع بتاع الليزر تمام في الليفة الضوءية انعكسات كلية داخلية لغاية ما يوصل وينتقل الليزر للمنطقة المصابة اللي عايز عمل فيها عملية التالك الاتصالات اللي حصل مصر كلها بيتم استبدال اسلاك التلفون القديمة بألياف هيا دي بقى الألياف تمام ايه وظفتها بتحول الاشارات الكهربية الى ومضات ضوءية تمر خلالها كابلات منين الألياف الضوءية يبقى ازا الألياف دي لها ثلاثة استخدامات انا للضوء لأماكن كما نصبه الوصول اليها استخدمها في المجال الطبي زي مناظر طبية وفتاع فحصي بتشخيص اديها اجارات عمليات التالت اللي هو مين في مجال الاتصالات نقل ضوء اتصالات ها طبي علم ليه لازم يفضل ان انا لما استخدم ليه فضوئية يكون عندها جدار مزدوج اهو يا عم طبقة واحدة مش طبق مش ايه يعني يكون طبقتين مش طبقة ليه بقى يستحسن ان تكون الغلاف الخارجي الطبقة اللي برا دي من مادة معامل انكسارها اقل بالان بتاعته ليلي والطبقة اللي جوه يكون معامل انكسارها اكبر ده لي بقى عشان لو الضوء فكر ان هو يهرب اهو جوه كده فكر يهرب من الجدار ده فكده هو جايب ينتقل من وسط اكبر كسافة الى وسط اقل كسافة ايه اللي جايب بالك انا كاسكول داخلي فعلى طول لو الضوء فكر يهرب كده هو جايب من وسط اكبر كسافة الوسط اقل كسافة يعني حصله انعكاس كل ايه داخلي فكده امنع الضوء انه يهرب من الليفة الضوئية عشان كده الشدة الضوئية تمام جوه الليفة الضوئية بتظل سابتة تمام ليه بقى لان الليفة الضوئية مكونة من طبقتين الطبقة الخارجية عندها معامل انكسار نسبي اقل والداخلية اكبر تمام فاذا فكر الضوء انه يهرب يعاني انعكاسا كليا داخليا فيظل داخل الليفة لازلام التاني المنشور الايه العاكس بسرعة كده منشور العاكس ده ده من ايجي في بالك ترسم لكده مسلس قائم الضوئية ولكنه متساوي الساقين خمسة واربعين خمسة واربعين مكون منين من زجاج معامل انكساره كام؟ واحد ونص طب الضوئية الحارجة بتاعته كام؟ دايما اتنين واربعين دي موصفات اساسية في المنشور العاكس يبقى مصنوع من مادة معامل انكسارها واحد ونص الزوئة اللي حارجة بتاعته كام؟ اتنين واربعين هو مسلس متساوي الساقين تمام؟ قائم الزوئة متساوي الساقين اذا هنا خمسة واربعين خمسة واربعين والتالتة تسعين المنشور العاكس ده بستخدمه فيه يا اما يغير مصار شغاع الضوء بزاوية تسعين يا اما يغير مصار الضوء بزاوية كام؟ مية وتمانين تعال شوفي الاول كده بسرعة نرسم هنا واحدة وهنا واحدة لو انت جالك مثلا اهو يا عم رسمت انت المنشور بالشكل ده اهو وهرسمه مرة كمان اهو يلا اول مرة هعمليه هنزل شغاع الضوء مثلا 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 كده وليكن شغاع الضوء ينزل من اين؟ هينزل من هنا اهو من المقابل للوطر هينزل كده نزل عمودي فعد من لين؟ اه عد من الايه الجانب ده كده عمودي عد على طول الحقه بالعمودي تبديه 45 وديت 90 يبقى ديك بالك؟ 45 يبقى كده ايه؟ ادي العمودي اهو الان يبقى الضوء المحصولة بين الشوعة الساقط والعمودي برضو 45 حل انت أايللي ان مادة المنشور كام؟ الزاوية الحرجة بتاعتها 42 فكده هو نازل بزاوية 45 اكبر من الزاوية الحرجة يعاني انعكس كل داخلي فينعكس نزل بـ 45 يتعكس بـ 45 كده هو غير مصاره بزاوية كام؟ غير مصاره بزاوية 90 يبا كده المنشور نجح في تغيير مصار الضوء بزاوية مقدرها 90 يبا كده نزل فين؟ نزل على المقابر للوطر نزل عمودي فتعكس بزاوية 90 طيب إذا نزل على الوطر عمودي على الوطر يعني كده الحق بالعمودي اهو الزاوية دي 45 والزاوية دي 90 يبقى الزاوية دي برضو كام؟ 45 يبقى الزاوية اللي جوه دي كام؟ 45 حلوة قوي كده هو برضو نزل بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة يعاني انعكس كل داخلي اتفضل اللي بيقعكسه كام دي؟ 45 طيب هنا الحق بالعمودي دي كام دي؟ 45 برضو كده نزل على الجانب ده بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة يعاني انعكس كل داخلي فيطلع كده اهو كده نجح المنشور انه يغير مصار الضوء بزاوية كام؟ 108 طيب اذا المنشور اذا نزلت شعاع الضوء على الجانب المقابل للوطر اه يغير لك مصار شعاع الضوء بزاوية 90 اذا نزلت شعاع الضوء على الوطر عمودي الحلتين عمودي يغير مصار الضوء بزاوية 108 تمام؟ طبعا دي لها استخدام وده لي استخدام اهو يا عم اذا غيرت مصار الضوء بزاوية 90 ده يستخدم في البرسكوب اذا غيرت مصار الضوء بـ 108 في منظر الميدان انه هو منظر العساكل منظر الليلي ليه افضل استخدام المنشور العاكس عن المراية في بعض الاجهزة البصرية لان المنشور العاكس عنده مستية اولا لا يفقد بريقه مع الوقت اتنين تمام؟ بيسبب ده من الانعكاس كل ايه؟ داخلي فلا يفقد طاقة معدل كفاقته 100% مش بيفقد طاقة خالص وطبعا هو اصلا بيغطى برضو المنشور العاكس ده كان بيغطى كده بغلاف بمادة اسمها كريوليت فالمادة دي بتخلي كفاقته 100% تمام؟ يبقى السطح المعداني اللي هو المراية بتخلي كفاقتها مع الوقت بتبخد بريقه المنشور العاكس بتاعنا لا مش بيبخد بريقه حاجة التانية اللي منشور العاكس بتاعنا ده يسبب انعكاس كل داخلي للضوء صح؟ ده لأ وبالتالي اللي بيحصل لا يفقد كفاقته دايما كفاقته 100% سطحه الخارجي بيغطى بمادة اسمها كريوليت المادة دي بتحافظ على الضوء بمعنى بتخلي كفاقته 100% على عكس مين؟ عكس المراية المراية مالها؟ لا مع الوقت المراية نفسها مهما كانت يسقط عليها الضوء بتمتص جزء من الضوء وبتعكس جزء تاني إذن دلوقت المراية بتعمل إيه؟ بتمتص جزء من الضوء إذن كفاقتها مش 100% مش بتعكس لك الضوء كله كفاقتها مش 100% بتمتص جزء من الضوء المنشور العاكس لا بيغطى بمادة اسمها كريوليت بتخليه لا يمتص أي أشعة وبالتالي بيعمل إيه؟ كفاقته 100% بيعكس لك الضوء كله زي ما سلمته له تعالوا خش على الاستناني الثالث الصراب إيه الصراب ماشي في الصحراء كده أو ماشي ماشي على طريق كده إيه؟ أسفلت؟ أبص بيه ده لاقي فيه مية إيه مش مية يبقى بيبقى كأنها إيه؟ كأنها مية دي بتصر نتيجة إيه بقى؟ بتعبقى معايا واحدة واحدة بقى إنت يا عم الأول ماشي على الأسفل طبقة الأسفلت مالها؟ طبقة سخنة معروف إن إيه؟ الجسم الساخن أو الهوى اللي ملامس للطبقة دي هوى سخن كسفته قليلة يبقى هنا تحت خالص في كسافة قليلة كسافة أقل ليه؟ سطح الأسفلت ساخن فبيخلي الهوى سخن طبقتين أخذ طبقتين ثلاثة كده الفوق كل ما أطلع الفوق يبقى الهوى أبرد وبالتالي يبقى أمين؟ أكبر كسافة حلوة أو شو عقده؟ كده جاي من وسط أكبر كسافة نازل على وسط أقل كسافة من جافة دماغك أنا عكس كل داخلي بعد هو انطلق بيقعد بقى هو نازل من طبقة بردة الطبقة سخنة من طبقة أكبر كسافة الطبقة أقل كسافة يقعد يبعد عن العمودي يبعد عن العمودي يبعد عن العمودي لغاية ما ينزل بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة فيحصل له نعكس كل داخلي فانت لو عينك لو هنا عينك طبعا بتشوف الشعاع كأنه جاي في حط مستقيم فعينك هيتعلان الشعاع جاي من هنا جاي كده فالهين لو في نخلة كده مثلا ولا حاجة ساعتك هتشوف مقلوبة يبقى الصراب بيحدث ليه؟ نتيجة انتقال شعاع الضوء من طبقات الهواء الأعلى للأبرد الأكبر كسافة إلى طبقات الهواء الملمسة للأرض الأسخن فهي الأقل كسافة تمام؟ يعاني إيه؟ بينتقل من أكبر كسافة الأقل كسافة في كل شواء وهو نازل يبعد عن العمودي حتى يسقط بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة فيعاني نعكس كل داخلي في عينك بتشوف الشوع كأنه جاي في خط مستقيم من تحت الأرض في عينك بتشوف كأن الصورة صورة إيه؟ ما إيه؟ أهو مثلا كده آه دي مثلا زيادة الصرابل إيه؟ الصحراوي وبكده نكون خلاصنا حلقة النهاردة تمام؟ في انتظاركم إن شاء الله حلقة جديدة وتحدي جديد شكرا